ينضم إلينا عبر الهاتف الآن استشاري الأنف والأذن والحنجرة دكتور عبد الرحمن الحميزي حقيقة الله دكتور عبد الرحمن أهلا الله حييكم أهلا وسهلا دكتور عبد الرحمن يعني في مثل هالأجواء كثيرا ما تمتلئ المستشفيات والمصوصفات ومراكز صحية بحالة ضيق التنفس والتعرض أيضا بشكل مباشر للغبار نحن أريد أن نأخذ بعض النصائح لتجنب هالحالات في مثل هذه الأيام بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء شكرا لهذا السباطة ونشارك بعض المعلومات الطبية لزيادة الوعي الطبي والصحي لدى المرضى بالبداية كما ذكرت تكثر هذه الحالات في هذه الفترة والمنطقة عندنا والمجتمع بشكل عام تكثر لديها أمراض الجوب العنفية إضافة إليها حساسية الصدر وحساسية الأنف بالبداية نوع كما ذكرت هي الرقم واحد في العلاجات أو كما ذكر دائما الوقاية خير من العلاج أمراض أو أنصح المرضى المصعبية بالحساسية الأنف المزمنة إذا ضغطتها إلى حساسية الحساسية المزمنة حساسية الصدر بالاعتباس تعليمات الطبيب المختص خاصة الجوب الأنفية دكتور عبد الرحمن يعني اليوم سأرى هاشتاغ متصدر في تويتر الجوب الأنفية والناس يشتكي من الحساسية الدائمة صحيح صحيح كما ذكرت بالبداية نقول الوقاية خير من العلاج ونذكر جميع مرضانا أمر مرضى الجوب الأنفية بالوقاية ما يثير لهم حساسية العنف وحساسية الجوب الأنفية أن يبتعدون عنها نعمل بعض الاختبارات خاصة المرضى الالتهابات المزمنة الأشياء التي تتحسسون منها إضافة لأنهم يتجنبون لها هذا الخطوة الأولى من العلاج ننفح دائما للمرضانا في هذا الفترة الاستخدام الدائم والمنتظم للعلاجات العلاجات الأنفية العبارة عن أحبوب الحساسية أو الأنفية السامين بخاخات الأنف إضافة للبخاخات الصدر الوقاية والتي تستخدم عند اللزم أيضا دكتور عبد الرحمن أجهزة تنقية الهواء الموجودة في بعض الأسواق وبعض المنازل الآن تستخدمها هل هي فعلا تأثيرها قوي في قضية يعني تنقية الهواء داخل المنزل صحيح كما ذكر إلى الآن لم تثبت أي دراسات لهذا الأمر بس ذكرنا الكثير من المرضانا تنقية الهواء خاصة في المناطق الجاسة مثل منطقة الرياضة ومناطق البعيدة عن الرطوبة الجفاف بحد ذاته يؤدي للمرضى أن تأثيرون كثيرا للجوبة الأنفية أيضا للحساسية الصدر دكتور عبد الرحمن أخيرا هل هناك أمراض خطيرة ممكن تسببها موجات الغبار بين فترة وفترة ويعني ممكن تسبب فعلا أمراض مزمنة في المستقبل صحيح صحيح أهم الأمراض المزمنة للجوبة الأنفية ويذكرونها المرضى وهي حساسية الجوبة الأنفية الفطرية خاصة تغيير هذه الأجواء يأتي إلى إثارة هذه الأمراض المزمنة للجوبة الأنفية الفطرية وأثارها الجانبية على المدى القصير والطويل أيضا إضافة لها أن رباة الصدر الشديدة يأرض المرضى للدخول للتنويم إضافة لعجاتهم من شكل دائم نعم الدكتور عبد الرحمن الرحميزي استشاري الأنف والأذن والحنجرة كل الشكر لك وأيضا نتمنى السلامة والصحة لجميع مواطني هذا البلد الغالب